اشتهر اليمنيون منذ القدم بالصناعة الحلي بأنواعها ومن ضمنها صناعة الفضة من عقود وأحزمة وخواتمة زين بالعقيق اليمني والياقوت والكهرومان كما يمتاز بعضها بألوان زاهية عادة ما تكون مستمدة من الطبيعة وبرغم من انتشار الإكسسوارات الحديثة إلا أن الفضة التي تسهم في تزين المرأة لازالت تحتفظ بمكانة خاصة في حياة المواطنين حيث تعد الأشكال التقليدية ذات الطابع التراثي الأكثر جذبا وهو ما يعكس تمسك اليمنيين بالتراث وافتخارهم به كله عملنا يدوي يعني مش طوابع ولا نسخ من طريقات ولا نشأل عن طريقات تانية لا عمل ما فيه زيه يعني نصلى خيتم ما فيه أخوه ماجد شاب فضل أن يتعلم الحرفة التي اشتهر في صناعتها أجداده فمضى بحب وإصرار نحو صناعة الفضة بأنواعها وأشكالها المختلفة لأتخذ منها حرفة تعينه على مواجهة متطلبات الحياة فيه أنواع كثيرة جدا مثل التركي الإيطالي وهناك الثراث اليمني ويمثل من أحسن أنواع مثل الفضة القديمة مثل التشكيلات الصنعانية الدوعانية والعدنية يعرف أن صناع الحلي هم في الغالب رجال إلا أن أنواعها وتطورها ارتبط ارتباطا وثيقا بأفكار المرأة وحياتها وحاجتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر